بدأوا جزائرين كثير ليس جزائرين مسلمين يغادروا في فرنسا ولتابعني هنا يعرف أني تكلمت عن موضوع هذا العام ليفات وأنا شخصيا قلت من يستطيع أن يغادر فليفعل هذه الأسبوع الأخيرة ذكرت عدة جهات ومواقع بأن مسلمين كثيرين وبعضهم في أعلى المناصب وفي أعلى الدرجات ودكاترة وخبراء يغادرون لماذا؟ عنصرية كبيرة عنصرية كبيرة ضد المسلمين والفرنسيس لا يفهمون أن هذه العنصرية هي عندهم موجودة بالصحراء هو مواقع التواصل الاجتماعي وإن كان جيوش مثل الروس والصين والإيرانيين والأتراك سيكون يزدعوا عمقها فعندك واحد مثل دارمانا متطرف اليوم مثلا البوليس الفرنساوي قتل واحد قال لك حرق كنيس متع اليهود معبد متع اليهود في روان في إحدى المدن الفرنسية فقتلوه وخرج دارمانا وفرحان قال لكم ليح ليقتلوه كونجا وزير داخلية عاقل يقول نتأسف لمقتل شخص ونحقق ماذا حدث لأنه ممكن كان هذا الإنسان بلاك مسكين فقد عقله بلاك كان إنسان مجنون فقد عقله بلاك كان إنسان دار جريمة لكن الأصل أنه لا يقتل الأصل أن تلقي عليه القبض إذا ما كانش يشكل عليك خطر إذا ما كانش مسلح مثلا لكن خرج دارمانا فرحان جدا هذا وش يخدم يخدم اليمين المتطرف اليوم في الحقيقة أحد عناصره لكنه وزير داخلية هذا هذا ليس مارين لوبان في المعارضة ولا في البرلمان ولا زمور عنده قنوة يظهر في قناة هنا أو هناك لا هذا وزير داخلية مع السياسات ففرنسا راي تتيري على رجليها راي تطلق في النار على رجليها والروس راح نساعدوها وما والصين الروس والصين راح نساعدوها الصين رئيس الصيني كان في فرنسا قبل ثلاث أسابيع تضحلوا بأن في الحقيقة فرنسيين كان يترجاوه ماكرون في الحديث ومعه يترجاه باش يتوسط عند بوتين ويحلوا مشكلة أوكرانية لماذا تريد أو تعتقد أن الصين تريد أن تتوقف الحرب الأوكرانية بالعكس الحرب الأوكرانية خدمة الصين يكفي فقط أن تشري البترول والغاز من نسا السعر يعني عشرات الملايين من الدولارات راي تخبي فيهم هاتش راي تشري البترول والغاز من نسا السعر يكفي أن بوتين راي يطايح عندهم راي يساعدوا فيهم المساعدات الصينية كلها من قابل النفوذ الصيني راي يتوسع في روسيا وهاشي أخرى كثيرا الصين لماذا لا ترى الصين لو كان تخرج وقالت لأمريكا لو كان ما تحبس الحرب في إسرائيل يكون عندي موقف تتوقف الحرب مثلا تقول أنا سأبعث ببوارجي كما أبعثت أنت بوارجي كان أنا أبعث بوارجي الحربية لكن الصين لا الغرب يغرق في غزة عن طريق بوتين عن طريق نتنياه وعن طريق الصهاينة خليهم يغرقوا زيد عاونهم عاونهم سهل لهم المهمة ولذلك لا تسمع من الصين انتقاد إلا قليلا جدا لأنها مستفيدة كل حرب يدخل تدخلها القوى الغربية ولا تكون الصين طرف فيها فالصين مستفيدة بالطبيعة سواء كان ضد روسيا ضد غزة غدوة مثلا ضد إيران أو ضد تركيا أو ضد كوريا الشمالي أي بلد الصين مستفيد فالصين كلهم الله يزيد باش نرجعو إذن إلى منطقتنا احنا لا نحن لدينا دار مانا واحد لا نحن لدينا واحد برك نحن لدينا نظام الحكم كله العصابات تحبال تصرفات تحبال ما زال يخرج ويقول لك بن عمار بن جمعي الركادري الربريزنتان دو ماروك أكاركاس وتسمع لها في المغرب الهيلالي الركادري الالجيري أكاركاس ما زالت هذه المعارك السرادك معارك السرادك هذه ما زالت موجودة لكن عندنا أسوأ لماذا عندنا أسوأ لأن عندنا النظام متشاكس متصارح ندخل بعضها للسجون جنيرالات في القبور جنيرالات هاريبون خلاف الوزراء والولاد هذا ليس موجود في المغرب ولا نتمنى أن يكون لا في الجزيرة ولا في المغرب في الحقيقة يعني كلها بلداننا وكل صراعات وخصومات تحدث تضعفنا كبلدان كدول كشعوب كأوطان لكن بدل من أن يتراجعوا شوي وراجعوا نفوسهم يقولوا أستنى وشانا نديرهم أستنى وشانا نديرهم ومور حتغيرت العالم رح تقلب ما راناش في الثمانينات ولا التسعينات ولا ال� else y 2010 ولا رانا فيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد الكورونا بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد التوحش صحلوني في خزها رحوا الانترابات هائلة رحوا يخرجوا كبار مسؤولين الأمريكان آخرهم لينزيقراهم ويقول لك إسرائيل على ما تستخدمش النووي طبعا لأنه معتوه إسرائيل تستخدم النووي يكفي على غزة يكفي تجي شوية ريح يدي تل أبيب الغبار نووي لكن هناك توطرات هائلة والتوترات ستزداد بدل من أن يرجعوا وينرجعوا نفسهم ويجدون بأن قلب المشكلة هو الخصومة المغربية الجزائرية بين النظامين لا يغذوها والحقيقة تغذية من الجهتين لأن مرات بعض أخوانا الغاربة يقولوا لا أكثر نجد الجزائر لا أنا بعثوا لي بعض الناس بعض الناس اللي يسموهم مؤثرين في المغرب راهم يصبوا في الزيت على النار آه كائن أحرار مغاربة راهم يدعون إلى الأخوة وإلى الإصلاح وإننا شعبين تقريبا شعب واحد وبلدين وخاوة وخاوة بعض الناس يعلقوا عليهم من هؤلاء المستفيدين الذين لا أستبعد أن الإمارات تمويلهم أو غير الإمارات يأتي و أقولك طاوى طاوى و لا أعرف أعداء و خير و لا أعرف سفهاء لكن السفاهة لدينا أكبر بصريح العبارة لأن السفاهة لدينا على هرم السلطة الفرق في المغرب أنه لم يكن حتى لو كانت تكون حاجات لكن لا هي بارزة على أسماء كبيرة مالك رئيس الوزراء وزير الخارجية قليل اما احنا موجودة يخرج لك شنغريحة شنغريحة كل يوم يفتي انت لم ترى جنرال المغرب يفتي لم تكن بينما احنا شنغريحة يفتي في من عيد المرأة الى الاسا 400 الى اي شيء معسكري حقيقته فالحقيقة ان القوى الاخرى وعندما تكون فرنسا تفكر بهذا اعرف ان امريكا تفكر بهذا بالمناسبة امريكا هذه الايام ودول غربية كثيرة رح فيما يسمى بمناورات الاسد الافريقي اللي ادينها بشدة لان اي واحد يجيب القوى الخارجية سواء النظام المغربي او النظام الجزائري او الليبي او غيرو الى مناطقنا معنى هذا في نهاية المطاف رح يستقوي بالقوى الخارجية والقوى الخارجية هذه رحي قوى استعمارية سواء استعمرتنا ولا مستعمرتناش بكري كانت فرنسا استعمرنا لكن الان القوى الكبرى هذه رح ما عندهاش لعب وتخيلوا انتم ان العصامة عندنا في الجزائر تبدى تجيبلك في الروس وفي الصين دير معهم في مناورات صحيح الروس والصين طردوها من البريكس وقالك ما عندهم لها هاي بلا لكن راه عنا جنيرات ما مهابل يقدروا غدوة يقولهم ايا نعطوكم مرسل كبير ونعطوكم من يشعر في سكيك ده ونعطوكم واروحه باش يحافظوا على وجودهم اي تواجد خارجي في المنطقة يجب ان يدينه الاحرارة لانه لا يريد لك الخير سواء كان مما يسمى بالاشقاء وعلى رأسهم دولة الامارات او القوى الكبرى هؤلاء يريدون توسيع نفوذهم هيمنتهم سيطرتهم ويقدر يعطي كلام حلو كما تريد كما يطلبه المستمعون لكن استراتيجية الصين وروسيا وفرنسا وامريكا عندهم استراتيجيات انتع دول كبرى وحينما يرى انه مصالح تغير تولى مع الطرف هذا ينقلب ليمرها معاك ويقدر انقلب عليك اشتركوا في القناة